ملعب سانتياجو بيرنابيو الجديد هذا الملعب الذي تغطى كله وفي أرض الملعب الذي تقسم ديطاء و تخشى تحت الأرض وهذا الملعب الذي يوجد شاشة بانورامير 360 درجات وهذا الملعب الذي تقام عليه بمليار دولار كيف شريف مليار دولار أبحل شروع عشرة بيلينغ هام في زرقة واحدة وهو تقريبا نسة من الذي تضع توتن هام في التيران جديد وهذه التيرانات تسمى بسمارت ستاديوم الملاعب والذكية وهذا الملعب الذي تقسم ديطاء في ريال مادريد يتقسم ديطاء و تخشى تحت الأرض و يخبئه حتى الملعب هذا الملعب سانتياجو بيرنابيو يستطيع التكنولوجيا للعشب خاطر مدام تريال مادريد و عندك لعب حريفية و رقيقية فرق ستوجد اليوم أرض الملعب تكون واع أشغل لكي تحافظ على هذه الأرض الملعب ستطيع التكنولوجيا جديدة لدارتها توتن هام هذه التيرانات تجداد ولو كاملين مغططين تقريبا هذا العشب لا تتوصل له كمية الهواء الكافية لا تتوصل له الشمش والتي هي مهمة جدا هذا ما ستطيع التكنولوجيا الجديدة تطيع التكنولوجيا دافئة كما اسموهما 30 متر تحت الأرض تطيع التيران يقسمها تستطيع القطع و يخشون في هذه الدافئة كل قطعة تهوض بشوية بشوية و تخشى و يأتي الخراجين فوق منها تماما هكذا يبقى و ترتبون في واحد دافئة للعمق قضيالها 30 متر وهي فيها تقنيات عالية لكي تزود هذا العشب بأي حاجة و يبقى حالة جيدة و هذه التكنولوجيا متصيدة بالانترنت يقلت العشب بأي حاجة الشمش لماذا تشاهوه من تحت هذا الشبرة الشريف هذه التقنية تتوفر لهذا العشب طيف الضوء كامل و هذه الأخيرة تعتبر عملية حساسة كثيرا كل ما يقدر يديرها شركة ألمانيا بطبع هذه الحال ما يدعوه على تغياز فرق يدعوه على ألمانيا من الناس الذين يهوون تحت و يسدعوه و يبقى الناس مقابلين و يبقى حالة جيدة يقدرونه جرعة معينة من الأشعة فوق البنفسجات و يعطوه جرعة معينة من الأشعة تحت الحمار النون الحمر ally يساعد بضور العشب بتغيز والانباج و يزيد في الهدف الكتلة الحيوية أما النون الذراق يزيد من الكتافة الدين العشب و يعزز النمو جدار sends يقل therapy حنفي من العشب و يحمي الحمار من أصيب و يتعرف الأرض هذا العلم فين وصل وبالتالي منيك تكون الأرض يتملعب لتحت الفوق يمكن استغلوه في أي حاجة أخرى بغير يدروا في حفلات ورياضات أخرى بحل كرة القدم الأمريكية مثلا ولا يدروا في شماس البوكس لا يوجد مشكلة هذا كالعشب الشريف رغم يتبقى بالإنترنت كذلك؟ و سوف يبقى على الربيع تبقى ثانياً واحدة المراقبة المراقبة الربيع هو مخشيل تحت كتشوف هذه المحتوى و كمية المواد المغذية التي أعطيه لك الربيع كتشوف درجة الحرارة و درجة الرطوبة كتشوف هذه الضوء كل هذه المعلومات يتبقى مراقبين عن بعض هذه التقنية التي تجعله كل مكان تضروف كل برد الحرارة و الرطوبة تلج لا يهمش يقرب الماتش كتشوف تبدو الأرض الملعب كتشوف تكون هناك ثانياً أكبر حواجة التي ستبقى في السنة كوبرنابيو هو الشكل الخارجي صحيح الشكل الخارجي يريد أن تضروف لأنه يكون كامل مغطي بالفولاد أعجب أن تضرب المشكلة في الكائن هذا الفولاد إذا ضربتها في الشمس يأكس ضوء الشمس إذاً هذه الجيران التي تضيرها في التيران سيكون لديهم أشياء أدت في الشمس لأنه يأتي لديهم ديريكس لأن هناك مشكلة الشريفة لا تدخل المهندسة تشدد الشرائح و تدخلهم دراسة و ترى كل شريحة من أن تضرب الشمس في أن تتعكس و تغيرهم من زاوية الإنعكاس لأنه يضربوها في الشراش و تدخلهم جيران و لا يضربوها في الإدارات و لا يضربوها في الشمس و لا يضربوها في الشمس إذاً تشكل هذه المشكلة سيكون في أولادي و في نفس الوقت لا يزعج لنا المباني الذين يضايرون به و هذه الوجهة في أولادية في نفس الوقت تلعب دور آخر أنه يمكن أن نعرض عليها صور أخرى في البرنابي هو أنه يمكن أن تغطى كامل هذا لوحة ثقف الضخم جدا الذي يجرر منه لأنه غادئ معنا إذاً لا يهمش سيديا لك كان تلج و لك كان البرد و لك كان الريح لا يهمش لا يهمش سيطرق لها معنا مستقف بحلى لاعبين في قاعة مغطاة هذا ما سيجعله لك الحلاوة في الماتشات لأن أي ماتش اللعبة سيكون مرتاحين و الناس الذين يتفرجونها لهم مرتاحين ليس يحاضين مع الشتاء و مع الشمس و مع الريح سيجعلون المتفرجين ستعرفون أن تيران تقريباً 81 ألف متفرج و الحاجة الوعية و أن هذه 81 ألف متفرج كلهم يجعلون تيران جيداً يجعلون بعض الملاعب سواء في المغرب سواء خارج المغرب يجعلون كرسي بعد خطرات يجعلون شيئاً لا علاقة مع تيران في سانتياغو برنابيو لا يجعلون مهندسين مختصين أنهم كل مقعد تيران يجعلون تيران بشكل جيد يجعلون واضح لا يجعلون بودرة لا يجعلون أي شيئاً و قاعد المقاعد في مقيفة الهواء إذاً لا تيران و تيران و تغطى فلا يجعلون تيران و لا بالصحة لا كل شيء كان في تيران كامل بطريقة هندسية متطورة جداً و لكن المقاعد كانوا في تيران سهلون لتوصلوا إلى الدروش لأن كل مقاعد هنا و الدروش على الله لا لا و لكن كل شيء يخرج في وقت قصير و لا تحاجة و لا تحاجة في تيران يجعلون مناطق ترفيهية و مناطق خضراء و مساحة عامة و كانت باركينج خمسة طوابق تحت الارض و بدأت تدخل تيران هذه الأرضية الملعب كما قلت لكم يخشيوها تحت الارض و الأرضية الملعب يستغلوها الحفالة الموسيقية و الأحداث الترفيهية كما تريد و الرياضات أخرى كما قلت للملعب التوتنان في الإنجليز هنا كنت نصل إلى نهاية الفيديو إذا أعجبك الفيديو كنت أول مرة تسمع المعلومات لا تنسى تشارك في القناة الكثير من الناس يتشارك و لا تشارك في القناة و لو أريد أن تضغط على هذا الموضوع سوف ترجمة المساج في الانستغرام و أخليه في الكومنتر و أضيفك اشتركوا في القناة